لم يكسف داعش بسياساته الوحشية والقمعية ضد أهل الموصل وتقييد حرياتهم على مدى نحو ثلاث سنوات بل سعى إلى تشديد هذه الإجراءات لتتحول إلى تهم باطلة فانتشرت ما تسمى بمحاكمه الشرعية العسكرية التي فرضت عقوبات الموت لأدنى الأسباب تكشفها اليوم أخباره الآن بالوثائق ونتابعها مع الزميل حسام الأحبابي وهي تتحرر من تنظيم إرهابي احتلها لقرابة ثلاث سنوات تتكشف يوما بعد آخر الجرائم التي كان يرتكبها داعش ضد الأهالي إذ لم يكتفي بتكفير الناس واتباع سياسات وحشية ضدهم وتكبيل حرياتهم وتضييق الخناق على حياتهم بل كانت ما تسمى المحاكم العسكرية الشرعية عبارة عن مقاصل ومنابر لشرعانة جرائم داعش ضد أهل الموصل من بين الوثائق الحصية التي وصلت إلى أخبار الآن خلال عمليات تحرير غربي الموصل وثيقة توضح محاكمة أحد مواطني أهل الموصل بتهمة الهروب والاتصال الخارجي وتشير هذه الوثيقة إلى ما يسمى بقاضي ديوان الجند كما تشير إلى أن المدعي هو الاستخبارات العسكرية التابعة للتنظيم أما الوثيقة الأخرى فتكشف أن أحكام الإعدام التي تصدر عن ما تسمى بالمحاكم العسكرية التابعة لداعش لا تتناسب مع حجم الفعل الذي يعتقد التنظيم أنه يخالف تشريعاته وكان من بين هذه الأحكام الإعدام لمواطن موصلي اسمه هشام محمود بسبب اتصاله بأبيه الموجود خارج الموصل الأمر الذي عده داعش جرما وعقوبته الموت بعد ساعات من تحرير حي السابع عشر من تموز حيث تقع إحدى محاكم داعش العسكرية كان يدير هذه المحكمة شخص يلقب بقاضي الدم الذكر ضباط في قوات الرد السريع العراقية أن القياديين في داعش الذين يحملون ألقاب أبو أنس الموصلي وأبو حذيفة الجزراوي وأبو السهيبة كانوا يشرفون على ما تسمى بالمحاكم العسكرية في غرب الموصل ولديهم مساعدون وصلت أعدادهم إلى سبعين مسلحا من داعش قدرنا أن نعرف اسمه والعناصر مالته يتكونون من سبعين شخص حاليا أبرز الأسماء أبو حذيفة الموصلي هذه الأوراق مالته والصور مالته وبوسهيبة والمشكلة الكبيرة هنا حتى عقود زواج النكاح بينهما يفرضون على نفسياتهم وعلى شخصياتهم الكبيرة أنه يؤكدون أن الدولة دائمة لهم فهناك قفزوا عليهم قوات الرد السريع القتالية ولم يصمتون أمامنا كان داعش أغلق أغلب ما يسميها المحاكم الشرعية ومنح صلاحياتها إلى قادته الميدانيين ومعظمهم عرب وأجانب بالتزامن مع عمليات تحرير غرب الموصل وذكرت مصادر العسكرية أن أماراء التنظيم نفذوا إعدامات عشوائية في الشوارع إلى جانب قنصهم مواطنين خلال عمليات النزوح فضلا عن إعدامهم مقاتلين من التنظيم حاولوا الاستسلام للقوات العراقية